بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين هنكمل النهاردة مع بعض رحلتنا مع الاوترات سيسكو الجزء التاني من الدراسة بتاعتنا وفيلم الخامس الحقيقة النهاردة هنتعرف على برنامج الباكت ريسر واللي هنطبع عليه الشغل بتاعنا كله برنامج جميل جدا لو لاحظنا في الخلفية تحت هنا هنلاحظ ان انا مثلا لو اخترت راوترات حالي راوترات من الجنب هنا ممكن اخد ادوس على راوتر معين و هحطه هنا في الوركس بيس بتاعنا المطلوب دلوقتي ان انا نكون فيجر الراوتر ده دعب اكون فيجر الراوتر دوت هحتاج بي سي هروح تحت هنا على ايه هل اسمها ان دي بايزيز هلاقي هنا فيه بي سي اهو اختاره وحطه هنا محتاج اخش الراوتر جديد لذا انا محتاج اخش عليه بكونصول روح على الكابلات على المطلوب واخطار الكابل الازرق اللي هو كونصول كليك على البي سي هيقول لي والله البي سي ده في منفزين الفست اثرنت واخطه فيه السيريال اللي هو الرس 232 هقول له الرس 232 همده هنا على الراوتر هايقول لي والله الراوتر ده فيه فست اثرنت 00 في فست اثرنت 01 وفيه كونصول لا انا عايز اخش على كونصول كده انا جاهز ان انا من الخلال البي سي اقدر اكون فيجر الراوتر بتاعي واتعمل معه ندول كليك على البي سي هنروح على ديسك توب في ديسك توب هنا فيه منوحكي ادة حاجات من ضمنها برنامج الهايبر ترمينل هاختار ترمينل حلقين جاهزها لي عادي 9600 ونن اللي قلتلكم خلي بالكوا عليها خلي بالكوا منها ونقول له اوكي كده انا دخلت مباشرة مع الراوتر طبعا انا كبرت بس الموضوع بحيث يبقى موضوع واضح اذا الاول انا ما هخش على السيستم بتاع الراوتر حيبقى ظاهر عندي اولا السؤال اللي انا قلت عليه وقلت احنا لو ما عندناش الراوتر الجديد اللي بقى احنا ما عندناش ستارت اوب فايل فما تسأل مبدئيا والله تحب نعمله مع بعض ولا لا فا اما اقول له ياسأل نو ده السيت اوب مود ده المود اللي احنا بنقول عليه السيت اوب مود فحقول له نو او ان حاولي بريس رتيرن تو جيت ستارت يعني دوس انتر اوكي تخلنا على المود الاساسي الاولاني اللي هو اليوزر مود طيب لو عملت علامة استفهام هلاقي عندي مجموعة اوامر على فكرة ده محاكي انما في الاي او اس الحقيقي ممكن يبعدد الاوامر ده اكتر من كده بيغطي دراسات اعلى من السيسين طيب انا عايز اخش على المود التاني ممكن كنت اكتفي بكلمة اينا ممكن ادوس تاب عارفين تاب اللي على الكيبورد هتلاقي اوتوماتيك الاي او اس بيكمل لي الكلمة او بيكمل لي الامر كده انا في المود الفرعي او المود التاني طبعا لو عايز اخش على المود الاخراني هقول له دخلت في عايز اطلع منه للبريفليش تاني اقول له اجزت طيب عايز اقول له دي سيبل هندوس تلو تاب طبعا عشان يكمل رجعت تاني ليوزر مود طيب ايه المطلوب مني دلوقتي ان انا اعمله مطلوب مني ان انا الاول اجرب بعض الاوامر في مود افرقوا عليها وبعد كده عايزين ندي دي لفاست اثرنيت زيرو زيرو اي بي ادرس عشان نقدر نربطه بسويتش ونقدر نربط السويتش ده بي سي هات والبي سي س دي تقدر تكلم الروتر او تعمل عليه بينج والروتر يقدر اعمل عليهم بينج وعايزين نغير اسم الروتر كمان هنعمل شوية حاجات طيب دي بقنا اروح لأقول له انا او انا خش على ال البريفليش مود ممكن اقول له شو version شو version حاجديني معلومات عن الوبريتنج سيستم بتاعي يعني الروتر يعني مسلا لاحظوا هنا ال version بتاعتي اللي انا شغال عليها 12.4 بتاعت الاي او اس طبعا بيبقى فيه اي ديشنز فرعية من ال 12.4 يعني هما بيعملوا الاي او اس كنظام تشغيل اخر نسخة هي ال 12.4 ولكن بعد كده بينزلوا اي ديشن احدث شوية فبتبقى ما بينقصين انا لاحظ فيه فيه رقم 15 دي النسخة ال 15 من ال 12.4 ال bootstrap كبرنامج بيحمل ال start بياخد ال start نسخة منه ويحطها في الفلاش في الرامة وبياخد الاي او اس يعملوا دي كومبراس في الرامة ال bootstrap برضو لو اديشن دي ال اديشن بتاعته ال system image file او الاي او اس اللي احنا شغالين عليه ادي اهو اس مظاهر قدامي كلمة more اللي تحت دي دي معناها ان انا لو دست انتر هيبقى لسه فيه معلومات ممكن اتعرف عليها اكتر اه اه هلاحز مثلا هنا فيه معلومات عن البروسيسور انا عندي 2 fast ethernet اه اه تعملين لشبكات ال ethernet شبكة ال ethernet دايما من المزلها بايت ريبل اي 802.3 اتنين fast ethernet حجم ال nv ram كام بالبيتز حجم الفلاشة كام بالبيتز كل ده ظاهر قدامي اه على فكرة كمان انا لو طلعت لو طلعت فوق شوية تاني اه المفروض ان هو يقول لي كمان ال edition بتاعتي واخدأ ايه من الميموري اه حلاحظ ان احنا ال rame نفسها اللي عندنا لاحظوا هنا اه حوالي 64 ميجا وال edition بتاعتي محتلية الحيز ده كله فيها يبدأ يكلمني على فاست ethernet 00 هلاحظ ان فاست ethernet 00 administratively down يعني معناها انت الانترفيس ده مش شغال لان انت مطبع عليه امر shut down يعني انت اقوله اتقفل يا انترفيس طبعا هتقولي طب الروتر ده جديد احنا ما عمل ناش حاجة فيه لسه هقولك هو بييجي already معمول الانترفيس shut down يعني مش شغال كأن فيه زرار on و off للانترفيس فطبعا هو بييجي already معمول shut down انت بتفتحه بتعمل بتكتب امر انه shut down عشان يشتغل زي ما هنشوف كمان شوية وممكن ترجع تقفله تاني لو قفلته تاني يبقى لازم حتظهر معايا الكلمة دي اما line protocol is down ده معناها انه انا مش رابط الكابل بتاعي وبالانترفيس ومش مربوط هو بطرف اخر كسويتش او راوتر في النهاية فاست اثرنت هو زي كارت النيتورك فبالتالي لومك ادرس واضحة قدامي هنا كمان هو بقدر يستقبل mtu 1500 بايت خلاص تعرفين المت معناها ايه الband او سرعته كان بالكيلو بت ال delay زمن تأخر البيانات في اد ايه وهكذا كمان حاليا معلومة مهمة جدا هنا فيفو فيفو يعني فرست امبوت فرست اوتبوت الطبور اللي بتقف في الباكتس عشان تطلع من الانترفيس ده او تخش بتبقى اول انترفيس يخرج اللي واقف في اول الطبور هو اول واحد هيخرج حجم الباكتس اللي ممكن تقف في الطبور هو اربعين الاوتبوت كيوي وطبعا هنلاقي برضو نفس المعلومات عن الفاست اثر نت زيرو واحد طيب ايه تاني ممكن نعمله في شو اي بي انترفيس بريف شو اي بي انترفيس بريف ده حايديني ايه حايديني يعني معلومات بسيطة عن الانترفيس ولكن مهمة برضو لاحظوا هنا بيقول لي بيقول لي والله انت عندك تلاتة انترفيس واحد واهمي من سميه بيلان وان ده لسه هنتكلم عليه اكتر ممكن ما نتكلم على انما حاليا خلينا في الفيزيكال انترفيس مش اللوجيكال اللي هم حقيقيين موجودين عندي حلاقي ان الاي بي ادرس انا مفيش اي بي ادرس على الانترفيس دي هم مقفولين والبروتوكول داون لان مفيش كابلات متصلة جميل يا تارا لو انا حبيت اتفرج على ستارت فاير هشوف ايه حالا نقوله شو ستارت هيقولي والله ما عندناش ستارت حضرتك احنا لسه انت لسه مسايفتش الشغل اللي هتعمله في الران ان فايل في الستار طب في عندي حيز اتفرج على الران فايل اللي موجود في الرما دلوقتي حلاقي بس حلاقي فاضي هيظهر معاي لحظة وظهر معاي هنا بيقول والله الروتر الهوست بتاعنا او الروتر اسم الروتر ايه روتر الانترفيس عندنا مفهوش اي بي ادرس معموله شوتداون ومجموعة من المعلومات القيمة ولكن هي في النهاية معلومات بتدل ان احنا ما عملناش حاجة لسه في الروتر من الحاجات كمان الجميلة انا ممكن اعمل شو هستري اشوف الاوامر اللي انا نفستها لغاية دلوقتي هلاحظ ان مجموعة الاوامر اللي انا نفستها حتى الان ظهرة قدامي هنا بتتخزن عندي في بفر البفر ده بيفيدني او الميموري صغيرة دي بتفيدني فان الاوامر اللي انا نفستها بتبقى موجودة معايا وممكن من خلال الاسهم بتاعت الكيبورد انا اقدر كمان اتفرج عليها زي ما انا ما دلوقتي واطلب امر معايا كنت نفسته قبل كده حان الوقت ان احنا نحط باي بي لالانترفيس نغير الكونفجريشن بتاعتنا يبقى انا كده محتاج اخش على المود الفرعي التالت اللي هو الكونفجريشن مود واقول كونفجتي عشان اخش على الكونفجريشن مود هنا اول حاجة عايز ان انا اغير اسم الراوتر هقول له host name عايز اسمي الراوتر مثلا كايرو لاحظ ان كلمة الراوتر اللي كانت بتطلع لي في المحس بتاع الراوتر اتغيرت الى كلمة كايرو بقى كده اسم الراوتر ظهر قدامي عشان ده حتفيدك في ايه لو انت فتح اكتر من الراوتر مش معقولا ان انت مش قدر تميز ما بينهم يعني على اقل بالنظر لازم انت تميز ما بينهم يبقى ده اسمه كايرو ده اسمه الاسمه مسلا الاتي دي بارتمنت وتفر بقى الراوتر انت هتقسمها اسمائها باني شكل انت عايز طب بعد كده انا محتاج ان انا ادي اي بي للانترفيس 00 يبقى هخش على الانترفيس اه انا نسيت هو انا هكتب انترفيس اي مشكلة مشكلة ممكن تقابلك فعلا حتى مهما قدت انت هتعمل اي هتدوس شفت علامة استفهان بعد كلمة انترفيس طلعت لي هنا الاوامر الفرعية المتفرعة من كلمة انترفيس اللي انا ممكن استخدمها انا ممكن اقول انترفيس اثرنت او فاست اثرنت او اكتب له فاست و هدوس تاب اي اتكملت لوحدها انترفيس فاست اثرنت زيرو سلاش زيرو و هلاحظ ان انا دخلت في مود فرعي من ال لان كلمة كنفج بقى عندها مينس اف هنا ظهرة قدام طيب انا كده جوه الانترفيس فاقدر اطبع عليه الكلام بتاع عايز اعمال ليه عايز اكتب عايز اديله ولا حاجة هتنفذ الامر الجميل ده عايز اديله اكتب اي بي ادرس يعني ما بيحاولش ان هو يعقد الامور اللي انا عايز ادي عشرة زيرو زيرو واحد سبيس بتاعته طبعا مش عاملين ساب نيت فالساب نيت ماس بتاعته هتبقى الطبيعية جدا و وادوس انتر طيب بعد كده عايز اعمل ايه الحقيقة ممكن احط ديسكريبشن ليا هيبقى موجود في الستارت فايل او في الران فايل بيقول ان الاي بي ده رايح ليه اه هقول مسلا جوز او جو تو اه اه سيلز دبارتمنت انا مسلا رابط الانترفيس ده ب قسم السيلز ديسكريبشن هتظهر ليا مش مش هتأثر على اي حاجة انا معملها في الشغل بتاعك طيب بعد كده اعمل ايه والله في امرين تانين بس ما منجيش جنبهم واحد اسمه سبيد و هتلاحظ ان انت ممكن تكتب سبيد عشرة سبيد مية او او هو او ايه القصة هنا القصة هنا انت لو قلتله سبيد عشرة هو فاست اثر نت يعني بيشتغل عشرة مية بس انا لو قلتله سبيد مية سوري اه هو بيشتغل عشرة مية انا هقول سبيد مية ايه اللي هيحصل هو هيثبت على سرعة مية يعني لو فيه بي سي بي كلمه بسرعة عشرة مش يعرف تكلم معين طب على ايه طب ما سيبه اوتو خلاص بس المهم انت تبقوا عارفين العام في كمان دوبليكس ودوبليكس ممكن يديني اوتو او 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 هاف الحقيقة هنا برضو الديفولد سيتنجز بتاعتي اوتو فيفضل انا ما لعبش فيها طب ايه الحكاية لو انا قلتله مثلا دوبليكس هقولك والله لو ربطنا الانترفيس دا دلوقتي بهب مش هيضر يتفاعل معاه ليه لانه شغال في حين الهب بيشتغل هاف دوبليكس انما لو قدت سيبته اوتو كان هيشتغل فول وهاف على حسب الطرف الاخر اللي قدامه يبقى نتركها زي محي اوكي كده انا خلاص في حاجة نسيتها اه انت لسه ما شغلتش الانترفيس مش قلنا هو معموله شتداون طب اعمل ايه عشان اشغله اقوله no شتداون وفي الحالة دي الانترفيس بقى طيب انا دلوقتي عايز هطلع للبريفليج في عندي طريقة ان انا هقوله اجزت وفي الحالة دي هخرج من المود الفرعي اللي في الكونفجريشن مود للمود الاساسي اللي هو برضو في الكونفجريشن مود وادوس اجزت تانية عشان اقدر اطلع للبريفليج مود في طريقة تانية هتطلعك على طول على البريفليج مود هنعملها كمان شوية ان انا ندوس كنترول زد على طول هنا في كايرو طبعا لو قلتله الشو دلوقتي run هلاحظ ان هنا عندي الانترفيس بقى لو اي بي بقى حالته وطبعا ما خلاص الشتدون ما بقتش موجودة وفي ديسكريبشن كمان عليه هنا الهوست نين بقت كايرو بدأ الكلام بتاعي الكونفجريشن اللي انا ما عاملها يتأثر بها الراوتر ولكن كلها ما زالت مخزنة في running configuration file محتاجة سايف الكلام ده في الستارت اقول له copy run start اطبع ال في run حطه في start حيقول لي والله انا حسمي start بالاسم ده اقول له اه دوس enter كمان ما تحاولش انت تغير في الاسم و دلوقتي انا لو قلتله شو start الحقيقة حيعرض لي خلاص بقى عندي start file وحيعرض لي نفس الكلام اللي موجود في run الحقيقة انا كده ممكن ابقى جاهز ان انا اربط الراوتر بتاعي دوت ب switch هلاقي هنا في switch ممكن اختار 1960 back tracer 5 على فكرة بي support multi layer switch ودي حاج جميلة جدا في الكابلات انا ممكن اختار الاطوماتيك دوت او اروح اختار النوع الصحيح للكابل الحقيقة انا اتفقنا خلاص بدما يعني مختلفين يبقى هنستخدم straight يبقى هقول له straight هقول لي والله fast ethernet zero zero هقول له اه ما هو ده اللي انا بديله i-b واربطه ب fast ethernet zero واحد في switch وبدأ ما نور اخدر معي بقى connection حاصل ممكن نجيب bc من باب التجربة ونحطه هنا وطبعا bc مع switch هيبقى الكابل straight برضو ونربطه بال switch fast ethernet zero اتنين بقى عشان zero واحد احنا هنا شغالين لو تلاحظوا على الجام اليمين real time تمام يعني بنحاكي بالوقت الطبيعي وال switch باخد 30 ثانية عشان تقدر برطاط وتشتغل وتبقى في حالة forwarding وطبعا ايه قصة ايه قصة 30 ثانية ايه قصة الفوروردنج ده الكلام ده لما نتكلم على switch دلوقت انا انا عايز بس اجهز البي بتاعي دوت فهروح للبي سي في البي سي اختارها وابدأ ادي اي بي للبي بتاعي لازم هيبقى في نفس الشبكة اللي فيها الروتر اللي فيها الانترفيس بتاع الروتر يبقى 10.002 مثلا اروح للصابلت ماسك هيديها هو automatic ثم الديفولت بتاعي الانترفيس بتاع الروتر يعني لو انا عايز اتكلم اي حد برا الشوكة بتاعتي الروتر هو اللي مسؤول 10.001 ده الابي بتاع الروتر طيب الحقيقة انا دلوقتي عايز اعمل حاجة عايز اخلي البيسي بتاعي يعمل بنج على الروتر اشوف فيه connection ما بينه ولا فاقوله بنج 10.001 على البينج تم بنجاح كمين طيب اروح ل الروتر بتاعي ومن المود اللي في النص اقوله بنج هعمل بنج بقى على البيسي اشوف انا قادر ان انا اتعاف مع البيسي 10.002 الابي بتاع البيسي جميل 0% لوز الساكسيز ريت الساكسيز ريت عندي 100% الحقيقة لاحظ هنا فيه خمس علامات تعجب يعني معناها ان الروتر ما بيبعتش اربعة بكت زي ما تعودنا في البيسي بيبعت الربعة بكت لا ده بيبعت خمسة بكت والبكت لما توصل سليمة يديني علامة تعجب اما لو ما وصلتش سليمة فبيديني دوت يعني لاحظ كده لو قلت له بنج على حاجة مش موجودة اساسا هيديني المفروض خمسة دوت مش خمس علامات تعجب خمس علامات تعجب يعني كله تمام في حاجة جميلة جدا كمان ممكن نعملها في الراوترات بتاعت الساسكو لاحظ معايا انا هخش على الكون في كتير وحقول له اي بي هوست انا نسيت بعد الهوست هعمل ايه لقيته بيقول لي تحط اسم طب نحط اسم نحط مين تعال مثلا نحط ايه نحط مثلا اسمي تمام اي بي هوست ياسر طيب بعد كده هدوس علامة استفهام كده هلاقيه بيقول ايه دي ميزك وياسر ان انا لو نسيت حاجة بيقول والله نحط الاي بي ادرس طب الاي بي ادرس مين خلينا اقول 10 00 2 طيب ايه تعال دلوقتي نطلع ل هدوس كنترول ز كده هتقول تعال دلوقتي اقول بنج ياسر هتلاقيه هو اوتوماتيك خلاص عرف انت قلت له ياسر ده 10 00 2 لاحظ عمل البنج وقدر يعرف ان ياسر ده 10 00 2 خلاص بقى عنده زي دفتر تليفونات كده مكتوب ياسر ده الاي بي بتاعه كذا وممكن تشوف كل الناس اللي معمول لهم القصة دي من خلال امر جميل قوي اسمه شو هستس هنلاقي عندنا والله ياسر اهو واخد الاي بي 10 00 2 انت رابط الاسم ده بالكلمة دي وده شي جميل دلوقتي الفكرة التانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها واللي هتبقى جميلة برضو فكرة ثم نقول طيب احنا دلوقتي جال وقت اللي احنا عايزين نجهز الروتر بتاعنا انه هو يبقى مؤمن في نفس الوقت اقدر اخلي الروتر بتاعي دوت الناس تقدر تعمل عليه يعني ايه يعني انا وانا قاعد في البي ده اقدر اتكن على ال اي او اس بتاع الروتر واشوف الانتلفز اللي تشايفها دي دلوقتي وتفاعل معاه طبعا مش لازم اخش بكونسول بقى ده انا ممكن انا خلاص انا هنا قاعد على البي سي ده وعارف الاي بي بتاع الروتر فخش عليه على طول الحقيقة عشان اعمل الكلام ده لازم يبقى في باسوردات معينة حتتحط على الروتر عشان اقدر احقق الكنيكشن بالتنت يمكن اللي عايز بس اقوله على قصة التنت معلومة بسيطة انك انت ممكن اكتر من بي سي خش يعمل التنت على الروتر ما فيش اي مشاكل اي بي سي بيعمل تنت على الروتر او دخل على او اس بتاع الروتر بيبقى كأن في خط وهمي كده بيربطه ما بين وما بين الروتر بنسميه الروتر كل ده ما فيش مشاكل ونقدر نعمله من الروتر طيب ازاي اقدر الاول حاجة اكون فجر البسوردات بتاعتي وازاي اقدر ان انا اتفاعل مع الموضوع دوت وحقق كمان التنت كون طيب احنا محتاجين نعمله دلوقتي ان احنا نعمل الاول باسورد للروتر enable باحز معي هكتب enable باسورد say اربع واحد كده انا عملت باسورد في ايه بقى يعني باسورد دي هتتطبق في ايه زي ما هنشوف كمان شوية لما اجي اكتب له enabled عشان اتنقل من ال user mode لل من المود الاولاني للمود التاني هيتطلب مني كلمة السر دي جميل لو انا عايز اخش بتنت والله نقول له line vty zero اربعة يعني من zero الاربعة يعني خمسة ممكن يعملوا تنت في نفس الوقت خمس خطوط الباسورد بتاعتهم طبعا هنا الباسورد دي بقى ازا كان في الكونسول او في ال vty او في تنت يعني هتتطلب منك اكتبها بس اربع تلاتات دي الباسورد انا مكتبها يعني لسهولة عشان احنا فاكلينها لما انت مفروض تعمل باسورد اصعب الحقيقة هنا الباسورد هتطلب منك في الحالة دي وانت بتخش يعني قبل ما خش على user موت هتطلب مني طيب تعالا نعمل copy run start و نسيف الشغل بتاعنا في start عشان نبقى ضمنين لان انا هعمل دلوقتي restart للراوتر هقوله reload وانا في prevelage mode اقوله reload هقولي confirm reload بenter يعني اه enter لاحظ self decompressing the image الboot strap قاعد بياخد ال ios من run من ال flash وبيحطها في الرامة بياخد نسخة منها لاحظ هنا بيقول دوس enter حدوس enter حيقول user access verification حضرتك اكتب اربعة اه كتبت له انا هنا داخل بكونسول فكتبت له password الكونسول لاحظ ان الباسورد ما ظهرتش يعني كتبتها بس ما ظهرتش حتى بنجوم ده 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 طبيعة في راوترات سيسكو ان انت لما تكتل باسورد ما فيش حاجة اطلعك طب هنا في الاينة اه لازم اكتب بها الاربعة وحايد واحد اثنين ثلاثة اربعة الباسورد بتاعت enable باسورد الموضوع جميل لغاية دلوقتي لكن في مشكلة رهيبة لاحظ معايا لو انا قلت له شو start لاحظ معايا ال enable باسورد ظهرة قدامك اربعة وحايد انزل تحت خالص في اخر ال start line console باسورد اربعة اتنات line vty 0 4 الله ده الباسورد ده زهرة في start up file هتقول لي طب ويه يعني حقول لأ لان انت هتعرف بعد كده ان احنا ممكن ناخد ال start up file ده نعمله بقى بنحطه على pc فاللي هيقدر يخش ده هيقدر يشوف كل حاجة ده غير ان اي حد له access على privilege mode هيقدر يعمل شو start ويشوف الباسورد دي طب الحل نشفرها نخش على config t ونقول service password minus encryption لحظ انا يعني مكتب اول حرفين ثلاثة وبدو step للسهولة يعني بش مكتب ان انت تكتب لامر كل طب ايه اللي حصل دلوقتي تعالى نعمل copy run start الاول نتأكد ان احنا سيفنا شغلنا تعالى لقوله show start enable password اتشفرت حطيلي كلمة سبعة كلمة سبعة يعني الباسورد دي اتشفرت بطريق التشيير منسميها الفنيير نلاحظ ننزل تحت كده ننزل تحت حالي اتشفروا برضو الناس بتوع line console الحقيقة الطريقة طريقة دي جميلة ولكن فيها مشكلة الفنيير طريقة تشفير موجودة من 600 سنة اه بالزبط حاجة تخليك مندهش وتخليكم مندهشين كلكم اول حاجة مشكلة فيها نلاحظ كده اجمالي مكتوبة بالهكسة دي اجمالي الحروف دي لو نقصت منه اتنين وقسمت على اتنين حقدر اعرف كلمة السر مكونة من كم دي بغض النظر حرف او رقم تعال نحسب واحد اتنين اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشر عشر ناقص اتنين فيها التمانية تمانية على اتنين فيها الاربعة فعلا اي بصر يدعم لك هاتم من اربع حروف او اربع ارقام يعني الحقيقة مش بس كده انت ممكن لو جيت برنامج اسمه جيت باص جيت باص حقدر يفكر لك كلمة سر دي يعني في غمضة عين بالزبط فعلا يعني جيبها لك بكل سهولة طيب وبعدين طبعا كانت عاملا شركة بوزن اللي بتعمل المحاكيات بتاعت الراوترات برضو بتعمل محاكيات الاسئلة وكلام لكن يعني هي البوقع بتاعها ما بقاش دلوقتي تقريبا شلوة لكن هو موجود وفي مواقع ممكن كمان تسمح لك انت تكتب كلمة سر وقدر تشوفها والبرنامج متوفر على النت طيب يعني ده معناه ان احنا عندنا مشكلة هقولك او لكن المشكلة دي يعني حلها هيبقى ان احنا نقدر الانيبل باسورد اللي احنا كنا عاملينها او اللي هي الباسورد اللي هي بتاعت التنقل او المكتب اينا تطلب مني دي ممكن يبقى لها طريقة تشفير معقدة لكن اولا هنروح نلغي نروح بقى نروح نلغي الانيبل باسورد اللي احنا عاملينها اقوله اي امر محظم الاوامر في راوترات سيسكو اكتب لها كلمة نو في الاول تتلغى يعني يبقى ده العكس بتاعها دي اول حاجة وبعد كده اقوله طبعا اللحظ انت يعني حل المشكلة دي هيبقى على نوعية كلمة السر دي انما كلمة السر بتاع الكنسول والتنت استلب احنا في نفس المشكلة بتاعت ان هي سهلة انها تتكشف ستقولي حل ايه هقول لك والله يشوف هما برضو فكروا في الطريقة دي ازاي قال لك والله اللي عنده قدرة ان يconnect اختب الروتر على الكنسول يبقى اكيد دا يعني شخص والمفروض ان احنا حتى لما بنيجي نconnect على الروترات بكنسول الروترات دي بتبقى فراك وبنجيب راوتر منسميه اكسس سيرفر ومنخش من خلاله من خلال كابل اكتل كابل وحدود كده بيبقى تامان كابل التسعة وستين بينه من الطرف التاني تاما اسلك الكنسول قالك فبالتالي اللي بيخش الكنسول دا اكيد عنده الروتر ان هو يخش على الروتر اما اللي بيخش على التانت فاحنا مبنفضلش ان احنا نستخدم التانت احنا منفضل نستخدم حاجة اسمها سيكيرشل اللي بنتكلم عليها لما اكنا مع جزئية السيكيري في الكورس بتاع دا يعني علشان برضو دماغنا ما تروحش ان كده دا فيه لك عندهم او ضعف معين طب ايه اربع وحيد طب جميل نقوله كبير نستار طب اقوله شو ستار يا طرح هيبقى شكلها ايه بقى لاحظ ايه بل سكر خمسة لان دي نوعية تانية من تشوير كلمات السر بطريقة من سميها المسج تجيست خمسة ودي طريقة هاشن بتهيش يعني بتعمل هاشن ليه كلمة السر لاحظ صعب جدا بقى ان انا اعرف ان هي دي كل الحدودة دي هي معناها اربع وحيد تمام اما الاخرين اللي تحت ستيل هما متشفرين بطريقة الفنيير ومعمولين بالطريقة ضعيفة اللي احنا اتكلمنا عليها الحقيقة الامدي فيه لو برنامج ممكن يفكه اسمه كين على فكرة يعني مش كل الناس تعرف الكلام ده فبالتالي احنا مش مش يعني يعني الفكرة او الفكر ان انت ممكن تلاقي كتيرة جدا مش اوير بمجال السيكوريتي فبالتالي هو بيعرفش الحاجات دي لكن احنا لازم نبقى اوير بدا لازم نبقى اوير ان فيه برنامج اسم كين بيفك كلمات السر لكل الانواع بما فيها الامدي 5 الخاصة ب السيسكو راوترز ولكن فاذا احنا كده دي طرق التأمين بتاعتنا ودي الطرق بتاعت القصة بتاعتنا طيب عايزين نشوف بقى البيسي وان دي يقدر يعمل تنت على الراوتر ولا لا هنروح عليه ومن كومنت برومبت نقول تنت عشرة زيرو زيرو واحد الانترفيس بتاع الراوتر فستثن زيرو زيرو والمفروض بعد كده ان يطلع لي ويقول لي والله يلا اكتب لي الباسورد بتاعت التنت خليني يعني اللوح على الراوتر هو لسه بيتراينج مش عارف هو يزعلان المهم دي كانت فكرة الباسوردات الحقيقة في الفيديو اللي جاي بقى هناخد حاجة مهمة جدا في الفيديو اللي جاي هناخد انا هنا هقولت له يعني اختار الكابل اوتوماتيك الفيديو اللي جاي هناخد حاجة مهمة جدا اللي يحصل لو انا نسيت كلمة السر how to recover router باسورد دي الفكرة الجميلة والاساسية اللي احنا هنشتغل عليها ودي اللي حتسمح لنا ان احنا نتعرف على مجموعة كبيرة من المعلومات وحنقدر نعرف معلومة حالوة ان هي ازاي نقدر نريكافر الباسوردات دي الحقيقة في طريقة اللي حنعملها في الريكافر الباسورد او ان احنا نقدر يعني نعرف الباسوردات البعد ما قتبناها سناها طبعا ايه المشكلة هنرمي الريوتر الحقيقة هنقدر نتعرف على عدة حاجات اولا هنشتغل على نظام التشغيل الصغير اللي اسم الريمون هنعرف كلمة الكون الريجستر اللي انا اتكلمت عليها النهار ده مجموعة حاجات جميلة جدا هنتعرف عليها كلها علشان نقدر نعمل الريكافر للباسوردات انا حاول اجرب التنة التاني في السيمولاتور هنا مفروض يعني في العادي بحط رون سيم دي واكتب له تنة وكذا او عن طريق طبعا البرامج اللي هي قلت عليها اللي هي الباتي والتيرا تيرم والسكيور سي ارتي هم بيوفروا لي الدخول بالكون بالانصول او بالسيريل يعني وبطريقة التنة كمان والسس اتش وكل حاج لاحظوا هنا فعلا حصلت معايا هو بيقول لي والله يكتب لي الباسورد هقول له تنة كانت اربعة ثلاثات واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة طيب اينا هقول لي والله يحط لي الانيبل سيكرت اللي هي اربعة الكونفج اقول له كونفج مثلا تي انا قاعد عمال باكونفجر الروتر وداخل عليه كل ده من مين من بي سي تو اللي موجود عندي هنا انا داخل على الروتر دوت وقادر على التفاعل معاه وكونفجر الاي و اس بتاعه بكده نبقى خلصنا الجزئية ديت اشوفكم فيديو اللي جاي هنعمل باسورد ركوفري وحنكمل باقي البيسيك بتاعة لسه فيه حاجات تانية جميلة جدا في الكونفجر بتاعة الروتر ازاي نشغله DHCP ازاي نعمل باكب للستارت فايل اللي تكلمنا عليها برضو النهاردة كل الكلام ده هنشوف ان شاء الله في اللي جاي